كذا قال ربنا العلي في وحدانيته قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا والله له العلو المطلق في كل شيء في ذاته في أسمائه وصفاته وأفعاله في كل الوجوه له علو الذات قال جل جلاله الرحمن على العرش استوى قال ربنا ثم استوى على العرش قال ربنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قال ربنا رفيع الدرجات ذو العرش قال ربنا سبح اسم ربك الأعلى قال ربنا وهو العلي العظيم قال ربنا للمسيح قال ربنا للمسيح إني رافعك إلي قال ربنا وهو القاهر فوق عباده قال ربنا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون والنبي في خطبة الوداع لما خطب وذكر بالله ووعظ ونصح قال في آخر الخطبة ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا نعم فكان يشير بإصبعه إلى السماء ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد ولما قضى سعد بن معاذ بين اليهود وبين المسلمين قال له النبي والذي نفسي بيده لقد قضيت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات وكان النبي إذا دعا رفع يديه وشخص ببصره إلى السماء صلى الله عليه وسلم وكانت زينب بنت جحش تفخر على زوجات النبي فتقول زوجكن آباءكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات قال ربنا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي طمور قال شيخ الإسلام وليس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب وتحويه فإن هذا لا يقوله مسلم ولا يعتقده عاقل أأمنتم من في السماء قال ابن تيمية ليس معناها أن السماء تحوي ربنا جل جلاله وتحصره جل جلاله هذا لا يقوله مسلم ولا يقوله عاقل فقد قال ربنا وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي في العرش كحلقة ملقى في أرض فلا والرب فوق سماواته على عرشه باء من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته جل جلاله أأمنتم من في السماء هذه الحروف تتعاقب يعني فوق عرشه فوق سماواته كما قال ربنا حكاية عن ما فعله فرعون بالصحراء قال ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني شاء النخل وحطوهم قوها فيه هنا بمعنى على ليس المراد في جوف النخل وكما قال ربنا فسيحوا في الأرض يعني احفر الأرض وادخل في داخلها فسيحوا في الأرض يعني على وجه الأرض وكما قال ربنا فامشوا في مناكبها يعني على ظهرها وكما قال ربنا ألم تر أن الله خلق سبع سماوات طباق وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجة وليس المراد أنهن في جوف السماء روى مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال كانت لي جارية طرع الغنم طرع لي غنما قبل أحد فاطلعت في ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشات من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سككتها سكة فأتيت رسول الله فعظم علي ذلك قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال أتني بها فأتيته بها فقال لها رسول الله أين الله البعض يقول لك السؤال ده ما ينفعش كان النبي محمد سأله أين الله قالت في السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة فهذه جارية على الفطرة قالت هذا أمام النبي ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا كان معتقد كل الصحابة ومعتقد كل التابعين وأدباع التابعين حتى سمعنا كلاما جديدا قاله الخلف من بعد السلف نعم والأدلة في هذا الباب كثيرة قال الشيخ أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك وسفيان بن عيينة وحمد بن سلمة وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي متاقفون على متفقون متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار وأنه ينزل نزولا يليق بجلاله في كل ليلة إلى السماء الدنيا قال الحافظ أبو نعيم طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة فما اعتقدوه اعتقدناه أن الأحاديث التي تثبت عن النبي في العرش واستواء ربنا عليه استواء يليق بجلاله واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف زي ما سيدنا مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة قال من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون من لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم هو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه جل جلاله وهذه عقيدة الأئمة الأربعة أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة اشتركوا في القناة